السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخبارك يا شباب عملي ايه? بداية انا سعيد جدا 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 بدعمكم. حاجة كده تفتح النفس وتخليك ترجع من شغلك خلصان ونفسك تفتر. بلاش اقول تتغدى يعني. وتستخصر في نفسك انك تاكل علشان في ناس بتزاكر وناس مجتهدة وناس متابعة اصلا يعني. فردا على كل الرسائل اللي انتم عاملينها دي كده انا بقول لك يا باشا ابشر بالذي يا سرك. هنحل ان شاء الله مع بعض كتاب على القناة. هنزله كله ان شاء الله برب العالمين. هنعمل جدوى المحترم. هننزل ايام من كتاب مية وخمسة امتحان وايام من كتاب كتاب ما راجعنا هاي. الناس تلقص على الكتب التانية. لما ينزل الكتب التانية مسلا كتاب المعصر. اه لو لقيت الناس بتسمع يعني زي كده بزي ما احنا شغلوه وكملنا كده نحل كتاب المعصر القضية يعني ما هوش مش هيهدنا كتاب يعني. بس عايزة بشارك بحاجة. قسم بالله. انت لو تبعت معايا كتاب واحد بس تبعت بضمير كشكول محترم كده من اللي هو الف ورقة ده. وتكتب وتسجل ورايا وتذاكر واحدة بواحدة يا حبيبي ما فيش ملحوظة هتعدى عليك. لان انت بتلاحظ وانا بحل. وبتلاقيين بقول كلام مش موجود في الكتاب اصلا. موجود في كتاب تاني. انا بجمع الافكار اللي في كل الكتب وبقولها. والافكار اللي الكتب مش قيلها اصلا بقولها. طيب بالنسبة للافكار التراكمية. موضوع الافكار التراكم يا مستر. اللي هي مسلا القواعد التراكمية اللي هي اداوات التعريف والتنكير او 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 زا. وقاعدة اف. والكونجانك شمز اللي هي الروابط. الناس دي كلها باشا مشروحة قبل كده على اليوتيوب. وهشرحها من جديد تاني. وهنزل ملفات على القناة. وحضرتك تنزل الملف عندك وتحل. وبعد كده نشوف مع بعض الاسئلة ونحلها مع بعض. غير كده كمان. ودي بقى عايزك ايه تأكد عليها كده وتعمل عليها فوكس بلازينة كده. ان شاء الله رب داعلمين فيه بكرة بامر اللي هنعمل لايف. الساعة بامر الله عشرة بالليل. بكرة اللي هو يوم السابت. الساعة عشرة بالليل. نعمل لايف. هنحل مع بعض يعني لو عندك اسئلة تبع تالي كده يعني. طيب وانا برضه هكون مجهز كزا سؤال بحيث ان احنا نتناقش فيهم كده ونشوف افكارهم ايه بالزبط. فحضرتك بس مطلوب منك تكمل دعمك الجميل ده. وانا شاكر وممتن لكل الناس الجميلة دي. يعني يعني كل الناس دي انا يعني عايز اقول لكم يا جدعان انت في القلب. بالنسبة لده اللي كاتب لي والناس برد انا خايف ما اخدش قواعد تراكمية قسم بالله اديك قواعد تراكمية اللي انت ما حلم تبهى بلي كده. ما تقلعش. طيب فشكرا لكل الناس دي طبعا انا ممكن ما كنش برد عليكم بس سغصبا عني والله عشان انا يعني عشان انا بقول بدل ما ارد على الناس دي كده وياخدوا مني ساعة في الرد. فشوفوا ما شاء الله عليكم يعني تفاعل محترم. حاجة تفرح القلب. اقسم بالله يعني حاجة تشرح القلب. يعني يعني واحد زي محمد زاكي مسلا اه بلاس وان اللي هو عملها دي ده اسم وتفاعل يعني فباشكرك يا محمد اقسم بالله. وشكرا للناس اللي بتكتب دعوات في الكمنت. انا سعيد بكم جدا 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 جدا. وفخور بكم جدا. وطبعا الناس الجميلة اللي اللي مخلصة من ساعة الفين واحد وعشرين ودخلين كانت بين لي كلام ده انا اقسم بالله يعني انتو على العين والرأس. فلن اقصر معكم. واعمل لكم شوية شغل. وبوعيدكم طبعا هعمل لك مراجعة انت ما كنتش احلام بيها. هعمل لك مراجعة تستهل كتير قوي يعني. بس هي مش خسارة فيك. ولا كتير عليك. فان شاء الله رب العامين مش هاقصر معيك. وبالنسبة لكتاب ايوان يا باشا انا بحلك او حلين اكتاب ايوان ده موجود ان شاء الله. يعني تقريبا كامل من الوحدة الاخيرة مع عدل وحدة الخمسة والستة. آآ هم بس مش موجودين مش مسجلين. طيب اي حد بقى محتاج حاجة معينة اكتب لي في الكومنتس وهتلاقيين ان شاء الله هاجبها لك. كل حاجة بتحلم بها موجودة على القناة. بس ممكن انت تكون ما بترعافش تنزل توصلها. اكتب لي بس تحت كده في الكومنتس. انا عايز الحاجة الفرونية. عايز قاعدة كزا. هجيبها وبعدها لك. طيب بالنسبة اللي بقولي هو نزل الكتاب نزل يا باشا بالفعل وموجود مع الناس كلها. آآ يبقى احنا اتتفقنا مع بعض نحل مع بعض كتاب اللي هو كتاب الوحدات وكتاب الامتحانات. طيب سؤال برضو حد سأله لي كده وعايز اجاوبه على العام بما ان احنا بقى فتحنا في الدردشة. هو انا احل كتاب امتحانات ولا احل يعني كتاب امتحانات شاملة بس. ولا احل كتاب مراجعة وحدات. بص يا برينس رقم واحد لازم كتاب ام كتاب مراجعة على الوحدات. لازم يا ابن تحل كتاب مراجعة على الوحدات. كتاب مراجعة الوحدة الاولى وبعدين الوحدة التانية التالتة الرابعة كده. وبعدين تحل الشامل في الاخر. طيب هو الشامل اللي واحده ما يغنيش? لا ما يغنيش طبعا. ليه? منطقيا كده الامتحان الشامل بيكون مسلا عسابين مثال اربعين نقطة. فيهم خمستاشر سؤال على الكلمات والقواعد. يعني حضرتك انت خدت خمستاشر فكرة بس من كلمات والقواعد. وبقى الافكار مش موجودة. فلأ لازم تحل الكتاب مراجعة على الوحدات. طيب ترشح لنا مين? خلاص احنا هنحل ده. طب هو ده الافضل يا باشا ده ومش الافضل انا هقول لك الملاحظات اللي في كل الكتب بحس يبقى ده الافضل والاروع. مطلوب بس منك كده زي الشاطر كده. وطبعا يعني الناس الجميلة اللي عملت مشاركات على الجروبات وبعتين يا جماعة انتم عملتوا يعني المطلوب والزيادة. والله العظيم هنزله. طيب اللي الكاتب لي ده. آآ آآ كمل تنزيله ومدعاية لزروف الاهالي. والله العظيم هنزله يا باشا خلاص احنا وعدتكم. ووعد الحر دين عليه زي ما يقوله كده. فان شاء الله رب العالمين. آآ اللي ما جابش الكتاب ده يجيبه. واللي ما اكتب السنة اللي فاتت. على فكرة تقريبا نفس الكتاب. معادة صفحة واحدة في الاخر كده فيها المهارات. فدي هتكون يعني آآ هصورها انا بحلها وعادي ممكن تبقى اخدها. تخيلوا بقى كل التفاعل ده كده كل التفاعل ده. خلال آآ يعني هنا مسلا ابعد واحد من احتاشر ساعة اتناشر ساعة تخيل كل التفاعل ده. حاجة كده حفزني ان اشتغل غصبا عني يعني. يا رفايدة الكتاب تلاتين بكام? لا خلاص يا رفايدة مبروك الكتاب هتحلع القناة ببلاش. آآ اللي كاتب من اكتر المدرسين مجتهدين. ربنا يحفزك يا ربي كده واكون عندي حسن ظنكو. وهنعمل الصح ان شاء الله. سيب لي نفسك انت بس. تابعني. طيب حتة ان احنا عايزين موعد للفيديوهات. هنعمل موعد للفيديوهات. هقول لك والله يوم كزا هننزل فيديو كزا. ويوم كزا هننزل فيديو كزا. حتى الناس اللي معي في المحتوى الخاص اكيد انت سامعني. هننزل الفيديوهات هنا يا باشا وافرح بها وهلل واشتغل بها ان شاء الله بالعالمين. بس فيه ملحوظة يا شباب. الناس اللي بيكتبوا لي يا مستر اللي بعمل لي مسلا اه السبعة ومش عارفه خمس ثواني. السؤال ده انا مش فهم. انا اكتب لي السؤال لاني انا كصاحب القناة ما ينفعش افتح الفيديوهات. لاني لما افتح الفيديوهات دي بيسموها نقارات غير شرعية. يعني ممكن يقفل للقناة بسببها. فحضرتها اكتب لي السؤال في وانا هجاوب. اي حد عنده سؤال وعايزني احلهله اكتب السؤال يا باشا في كومنت وانا حلا لك السؤال. طب ولما فهمتهوش معاتل الرسالة على الواتساب وانا هرد عليك بفويس. بس اكتب هنا احسن عشان الناس كلها تعرف الافكار وتشوف الاسئلة اللي انتم بتسألوني فيها. من اي مصدر في الدنيا اسألني وقلبك جامد وما تقلقش وانا هرد عليك. وان شاء الله رب العالمين الدنيا تبقى كويسة. بالنسبة للجودة برضو عايز ارد على الحتة دي. جودة الفيديوهات يا مستر متبقاشك واضحة. الكتاب نفسه في صفحات مش واضحة. فغصبا عني دي انا ما عرفش اغيرها. طيب بالنسبة لسرعيتي شوية في الشرح انا باشي راح بسرعة غصبا عني. انا كده بتعود اتكلم بسرعة اصلا يعني. فانت هدف الصوت وشغال. ارفع جودة الفيديو انت بنفسك وشغال. لو في اي حاجة تعليقات تانية حابين ان انا عدلها اكتب لي وانا معاك. لو في حاجة انت محتاجة اطلعها لك من القناة اكتب لي وانا اطلعها لك. وبالتوفي ان شاء الله وانا ساعد بيك وكمل دعمك وانا ان شاء الله لن اتوقف ولن اخزو لكم وهنشوف مراجعة كده حاجة كده تليق بسنوية عامة يعني. ربنا يبرك فيك ويحفظك وما تنسونش من دعاكو في رمضان يا جدعان يدعو لي في رمضان كتير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.